اشتركوا في القناة صباح الله نسع جدا تواجد معاكم في هذا الصباح دكتور بدايتا خلينا نتكلم عن أهمية اليوم العالمي أو الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب طبعا كما تعودنا بأن هناك أيام عالمية كثيرة جدا وإذا نتكلم الآن عن مهارات الشباب وعن أهمية الشباب نجد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد والمغفور للشيخ زايد والقيادة الرشيدة ركزت على الاهتمام بالشباب لأن الشباب هم الطاقة هم الحيوية هم التجديد هم بنات المستقبل لذلك يجب التركيز عليهم حتى يكون هناك استدامة للإنجازات وأيضا تحقيق إنجازات كثيرة خصوصا أن في العصر نحن نعيش عصر المعرفة عصر أصبح سريعا جدا وفيه تحديات كثيرة وإذا ما توقف تحس نفسك متخلف عن هذا الركب أو هذا العصر نعم أيضا متخلف من ناحية أن كل يوم شيء جديد الآن مع ثورة طبعا التقنيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحديات كثيرة لذلك عندما توجد التحديات إذن أجد بأن هناك يجب أن تكونك أهمية المهارات كما تعودنا المهارة هي الاسكلة التي تساعدني على تخطي تلك العقبات تحويل تلك التحديات إلى إنجازات التكيف مع التحديات اليومية فأحتاج إلى مهارات حياتية أكيد بما أننا ذكرنا عن المهارات كيف أننا نحن نقدر نركز على الإبداع والابتكار رد الشباب نعم طبعا من من أهم الآن القيم والتي يجب أن تصبح جزء أو أسلوب حياة أنا وأنت وأنت يجب أن نحتاج إلى الإبداع لماذا؟ عندما تكلم عن الإبداع يرتكز ماذا؟ على الخيال فتنمية التفكير الإبداعي مهم جدا لأن من خلال التفكير الإبداعي ليس فقط أني أنا أتخطى التحديات وإنما أستعد للمستقبل تكون لدي رؤية واضحة للمستقبل وفي عمل تخطيط استراتيجي للصورة الذهنية والمستقبلية لأنا كأنها مرأة اليوم أرى نفسي بعد مدة كذا لأن أحدث عن المستقبل بعد عام عامين وعندما أتكلم عن الفرد أنا أتكلم عن أفراد أتكلم عن مجموعة أتكلم عن مجتمع أتكلم عن وطن لأن الوطن يقوم ماذا علام ونظام مؤسسات فالأسرة عندما تركز على طبعا تنشئ الثقافية الحقيقية ومن ضمنها التربية الإبتكارية والإبداعية يبدأ الفرد ماذا بدائما استشراف مستقبله يرسم بتحديد أهدافه والأهداف تكون ذكية يعني نقدر نقول أن الإبداع والإبتكار يبتدي من عند الأسرة في المنزل نعم من الحاضنة الحاضنة وعندما تحدث عن مؤسسات لو تلاحظ أنا أركز زائما على نظام مؤسسات الآن هنا مؤسسة إعلامية دولة الإمارات رائدة في طرح مثلا الأجندة للشباب ترتكز على التلاحن والهوية والثقة وكذا وتنمية مهارات مضمنة إعلاميا وإبداعيا وثقافيا لماذا بدون هذه الركائز لن يكون هناك تمكين ونأتي الآن إلى أهمية موضوع أيضا التمكين لأن دولة الإمارات تعتبر نموذجا في التمكين من خلال رسم خطة واضحة الملامح لإعداد الشباب بل لإعداد نموذج إماراتي واعي وراقي في احتضان حتى جميع المواهب وفي إعطاهم الفرص لتكون أيضا يعني مركز عالمي للإبداع وفي أيضا جودة الحياة وأيضا السعادة فنجد بأن التمكين كالكرسي الذي يقوم على ثلاث دعامات أو ثلاث ركائز ما هي؟ ماذا يحتاج الشاب من التمكين؟ يحتاج إلى بناء القدرات والمهارات صحيح؟ حتى يتكيف مع التحديات يحتاج إلى إعطاء فرصة ليبرز مهارات وما تعلمه من مهارة ويكون مساهم ويندمج من خلال المؤسسات وأيضا إعطاء الثقة الثقة من قبل المؤسسة للشاب أو لمن هم الخبرات لهؤلاء الشباب فهذا التواصل وهذا الحوار نعم يكون لك تمكين حقيقي أو هذه الركائز يعني نكتر مثل ما ذكرت جعلت الشاب بالإمارات وأيضا دولة الإمارات والحكومة والقيادة الرشيدة نموذج يحتذا به في جميع دول العالم ليس فقط بالوطن العربي نتكلم عن أهمية المبادرات الشبابية التي تطرح من قبل دولة الإمارات للشاب الإماراتي شو الأهمية التي تريدت لها؟ نعم طبعا حتى الآن عندما نأتي إلى وقتنا الحالي تجد بأن في كل لحظة هناك مبادرات جديدة سواء من خلال المؤسسات الرسمية أو حتى من خلال الآن الدولة عندما ركزت على مفهوم الإبداع والابتكار في المؤسسات حددت بأن الإبداع والابتكار ليس فقط يتم إشاعته في المؤسسة التجارية وإنما في المنزل المؤسسة الاجتماعية نعم في العمل في مجال الثقافي في أي مجال لأن مع وجود ذلك الإبداع نجد مبادرات جميلة قبل أيام كان فيه اجتماعات مع الشباب بخصوص برامج التمكين من خلال ورش ودورات لبناء القدرات نجد بأن أنا في الحقيقة جدا معجب بمبادرات كثيرة سواء في المجال الثقافي والإبداعي بشكل عام لأن الإبداع هو الذي يساهم في الرقي وفي تحسين جودة الحياة الثقافية وأيضا وصول إلى الأهداف والارتقاء بالوطن نجد مبادرات جميلة جدا من الشباب وهي بما يسمى التطوع المعرفي صحيح لأن الآن العطاء يأتي من خلال ماذا؟ التطوع نعم والتطوع الآن بدأ يختلف كذلك في عصر المعرفة صحيح العطاء ماذا؟ أنا لدي شيء لا أنتظر من يعطيني فرصة أنا من أخلق فرصة من خلال الآن منصات نجد الآن أنت عن طريق الآن وسائل تواصل اجتماعي بعد فترة تجد بأن لديك متابعين إذن تصبح بما يسمى بين قلسيين مؤثر إذن لديك قوة نعم فلذلك إذا أنا بنيت هذا الشخص بهوية إماراتية عربية متفتحة يعرف أهمية ما معنى أمن فكري واستقرار وأن الكلمة محاسبة عليها وأن أتواصلك مع الآخر من أجل تقبل الآخر بما هو عليه ثقافة الاختلاف وأن الاختلاف تنوع وساعد هذا تعدد الجنسيات يساعد نعم نسيج جميل جدا ساعدنا نسأقلم معهم ونطبق هذا الشيء أيضا في حياتنا والدليل عندما الآن أنت تتعامل مع أي شخص تتعامل معه بأريحية لماذا؟ لأنك تعوت على هذا التنوع إذن معنى تنوع إذن اختلاف معنى اختلاف أؤمن بأنه قد ما يكون مقدس لشخص قد يكون لشخص آخر مدنس مختلف تماما فبالتالي اختلاف في الرأي وجهات النظر ثقافات إذن بحث ذاته هذه مهارة مهارة الاجتماعية مهارة تقبل الاختلاف التنوع تقبل آخر لأن الآن عندما أتكلم الآن على الابدع الابتكار الآن هو من خلال العمل الجماعي يعني أني أنا كيف مهارتي أتقبل كيف أكون الآن ضمن فريق عمل صحيح لنجاح الآن مثلا مبادرات الموجودة في مؤسسة إعلامية مثل زولف جيرا وفي هذا البرنامج الراقي من إعداد من تنسيق من إخراج من محاور من حتى الآن بدايتكم الآن ألاحظ مثلا بداية كيف الفرشة تبدأ كيف كذا التقديم كيف نبدأ إلى الذروة كيف كذا كل هذا التخطيط إلى السيناريو بحد ذاته إبداع بشكل جماعي وليس أفرد نعم نعم كل شخص كل زاوية الآن مسؤول عنها شخص صحيح لتكتمل الصورة الجميلة الصورة الجمالية النهائية نعم والآن أصبحت هذه فضائيات صحيح إذن أنت الآن أنت تمثل جزء من الإمارات من خلال شاشة اللي بزول في جيرة صحيح دكتور كيف نحن اليوم نقدر نجسد الالتزام والمسؤولية والمواطنة الإيجابية لدى الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو حياتهم أو في مشاركاتهم الاجتماعية هذا سؤال عميق جدا هذا ينبع الآن من خلال التنشئة الثقافية الحقيقية عندما نغرس مفهوم القراءة عندما نغرس فيهم التربية الوطنية ليس فقط كمادة موجودة وإنما كفعل ووجود القدوات كذلك النماذج الواعي لديه النماذج أنتم الآن نقول لهم أنتم من مدرسة زايد ماذا علمنا زايد وكل أسرة الآن تعي في خلال هذه الأوضاع الموجودة ما معنا وطن الوطن لا يعني بقع جغرافية الوطن يعني أن يتغلغل أن يعيش بداخلك الأمن يؤدي إلى أمان يؤدي إلى استقرار يؤدي إلى تطور يؤدي إلى ارتقاء إلى ازدهار إلى تسامح إلى محبة إلى أن الآخر يتمنى أن يكون معه لماذا الإمارات اختزلت سنوات في مدة قصيرة صحيح لأنها عملت التخطيط الاستراتيجي بوعي خططت ما هي نقاط القوة التي لدينا من خيرات ومن نعم ومن كذا وفي استثمار العقول رأس الموال البشري هذا طبعا هو أساس الإبداع البنيان وكل هذا هذا مخرجات ولكن من يخرج ذلك القناة العلوم بأنواعها المخترعات لو يركز وبالتالي نشوف نحن المواطنة الإيجابية ظاهرة بشكل مميز عبر منصات التواصل الاجتماعي والشاشات نعم صحيح الآن هذه تحتاج طبعا أكيد إلى دراسات وتحليل لأن لله الحمد الآن كيف تقيس ممكن إذا واحد يقيس من ناحية دخوله على وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة مثلا المؤثرين من عندما أتكلم عن الآن يعني وسائل اسمه وسائل أصبحت الآن متاحة يعني حرية التعبير إذن فضاء واسع أرى كل طائر ما أنواع الطيور الموجودة صحيح ما شاء الله هل هي كلها بلابن هل هناك محتاجة توجيه من خلال تلمس حاجات الشباب ومن الواقع الموجود الردود إذا صار هناك مثلا لماذا هناك مهارة مهمة جدا الآن عندما نتكلم عن الإبداع يجب أن يكون نصف الآخر النقد لماذا ذكرت الآن فضاء إذن شبكة واسعة صحيح نعم إذن كل شيء الآن في ظل العولة ما الآن كل شيء يرد إليك صح لكن صحيح لكن دكتور نتكلم شوي عن هذا الإبداع وهذه القيم المجتمعية نفس ما ذكرتها ما نطلق على أنفسنا عيال زايد وأخذناهم من شيوخنا ومن قاعدتنا الرشيدة الله يحفظه تكلم عن إنجازات الشباب كيف تشوف إنجازات الشباب اليوم أو في أي مجالات خاصة المجالات المتعلقة الإبداع والابتكار نعم في الحقيقة عندما نأتي إلى إبداعات الشباب من خلال تواجد طبعا تعلمون عندما جاءت جائحة كورونا كان هناك إبداع أيضا من طرف آخر لماذا وسيلة التعليم والتعلم التقليدية اختلفت أصبحت عن بعد ودون الشباب كذلك لأن هناك كل مؤكسة في مجالس شبابية نعم أصبحت الآن فعلا في كل إمارة صار في تحول بهدوء تحول أسميه ناعم يعني مبخشا صحيح في حين أن في دول كثيرة هناك شوشرة توقفت في جميع مفاصل اقتصاديا جاريا اجتماعيا وغيرا من الأمور أنت الآن جاء الإبداع من خلال الشباب فصار ماذا صار هناك من خلال الملصات طريقة سلسة جدا نعم التطبيقات الآن وانت جالس في مكانك تستطيع يمكن أن ملايين يتابعونك نعم تتعلم وتدرب وتحاضر وتحضر مؤتمرات وتسافر من خلال وجودك هنا وتدخل يمكن يعني قاعات افتراضية أصبحت الآن واقعية إذن لا ننسى دكتور أيضا الحكومة الذكية التي صارت موجودة والأبليكيشنز التي صارت متوفة حتى موضوع الحكومة الذكية بنسبة حق دولة الإمارات أصبحت الآن يعني شيء يعتبر يعني كأنه تاريخي الآن نحن نتكلم عن أشياء ذكاء الصناعي عن أشياء يعني يديرها يعني الروبوت يديرها كذا فأصبح في الآن تتحدث عن أشياء حديثة يعني أنت الآن يجب في هذا العصر المليء بالتحديات يجب أن تكون دائما مبادر لكي تختلف حتى تحقق ماذا تنمية مبتكرة ومقدة حكتر خارج عن التفكير التقليدي لماذا الآن الإمارات تحدث دائما بموضوع على ابتكار الرؤية 2030 رؤية 2071 رؤية لتجعل الناس لا ينظروا فقط إلى اليوم وإنما ينظر إلى اليوم لكي يصنع المستقبل لأن الرؤية الواضحة لا تأتي من شخص يرى فقط تحديات اليوم بالعكس أصبحت الآن ثقافة التحديات تختلف معناها التحديات أصبح يطلع لها إنجازات كيف تحدي هذا أنا من نسب حقي فرحان لأنني أعلم الآن مثل الطائرة الطائرة عندما تأتي عكس الريح تصعد الآلة صحيح فبالتالي أصبح جزء منهم جاذبية القمة حب التميز يعني أصبحنا الآن درسنا في المدارس جاذبية نيوتن الأرض ولكن بالنسبة الآن لفريق العمل المتميز كدولة وكمن يعيش عليها الآن 200 أو أكثر جنسيا أصبحت لديهم جاذبية القمة أي جاذبية التميز حتى وصلنا إلى الفضاء نعم أقوى نعم أقوى من جاذبية الأرض مع أن الفضاء ليس هناك جاذبية الآن نقول لا نحن عكسنا ذلك بأن جاذبية التميز تمام ومسبار الأمل جعلنا ننظر كنظرة عمودية إلى نيوتن ونقول له نؤمي بنظريتك ولكن نحن لدينا طائر يسمى طائر طموح لا سقف له فيحب دائما أن من قمة إلى قمة فجاذبية القمة بالنسبة لنا أقوى عن جاذبية الأرض وحتى لا نسقط ونيوتن يعيدنا إليه جاذبية علينا أن نكون بادري من خلال الإبداع والابتكار وحل المشكلات بطريقة إبداعي بالعكس لا ننتظر مشكلات ترهل استشراف المستقبل وعملية الإبداع دائما أنت تحقق إنجازات قبل أن تكون هناك في تحديات لكن دكتور قلت مثلا عندنا مشكلات أو تحديات يحتاجون الشباب إلى الدعم برأيك ما مدى أهمية دعم بعض المجالس أو بعض الجمعيات للشباب عشان يبادرون ويسوون مشاريع إبداعية وابتكارية أكثر نرى الآن بأن دولة الإمارات أتاحت من خلال المؤسسات الرسمية وغيرها بترخيص جمعيات كثيرة ما شاء الله جمعيات كثيرة موجودة الآن يعني ذاتنا في عام أو حتى رسمية وكذا أنشأت مجالس كذلك أنشأت كذا فبالتالي الآن أعتقد قبل فترة صار يعني حتى المؤسسات التي كنا فيها يعني صار في طلب أن كل مؤسسة تقوم بتحديد طبعا استراتيجيتها لأعوام القادمة يعني الخمسين عام أو كذا فبالتالي هذا دليل على أن استشارة في المستقبل فبالتالي كان هناك اجتماعات ولقاءات إدراج الشباب إدراج الشباب حتى الآن يعني مثلا المؤسسات التي كنا فيها من خلال برامج أطلقنا عليها برنامج يعني التمكين الثقافي للشباب في مجالة متعددة مثلا في مجال الكتاب الإبداعي في مجال كذا فيصير هنا أيضا التواصل ما بين أصحاب الخبرات نعم والشباب من أجل ماذا اكتساب مهارة حديثة وأيضا في المجتمع ليبادروا أيضا بكذا فبصراحة إذا بتحصلين مجالة متعددة سواء في الإعلام سواء في المجال الأدب في مجال الثقافة في مجال الاجتماعي كافة المجال ولكن الآن نؤكد على أن العصر الحالي يجب التأكيد على الآن العطاء المعرفي وجدنا بأن فعلا أصحاب اختصاصات فكرية بدأوا الآن يعني يمارسون دورهم لم يترك المجال لكل من هب ودب بالعكس بدأوا الآن أصبحوا مؤثرين إيجابيين صحيح لذلك نحتاج إلى ودخلوا مجالات يديدة نعم تنمية التفكير الإبداعي تمام وتنمية التفكير الناقد أو النقدي نعم من أجل يعني كأنه فلتر فلتر لأي شيء يدخل تحمي نفسك نعم مثل الباب التفكير الناقد مثل الباب مثل الباب هل تفتح له الباب أم لا والمشكلة الأكبر هل تعلم بأنك أنت الآن فتحت الباب للشخص الصح أم الخطأ هذا الوافد إليك يعني من معلومة لذلك نجد الآن من خلال وسائل التواصل لماذا أي شائعة نجد بأن تخمد بسرعة هنا لدينا لأننا عندنا شباب تنتشر بسرعة صحيح لأن هل أنت بيئة خصبة نعم للأشياء الإيجابية إذن تفكير الشباب اتجاه نعم أم لديهم عقل ناقد يعرف لا أنا أخذ شيء من مصدرها الأساسي صحيح لذلك اليوم دكتور نحن نشوف الشباب أصبحوا مبدعين ومثقفين أيضا وعندهم إدراك ووعي بما ينشرون أيضا على التواصل الاجتماعي ويأخذون المعلومة من وين وأكيد يا زينب نحن نشجع كل الشباب والطموحين والرائعين ونتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح دكتور محمد حمدان بن جرش كنت معنا ضيف في برنامج صباح الخير يا وطن كل الشكر لك وعلى المعلومات شكرا لكم وعندكم صباح الخير أيضا للجميع وإن شاء الله دائما تجدون الخير والنجاح والمهارة إلى مهارة من أجل الارتقاء بهذا الوطن الغالي شكرا لكم إن شاء الله بإذن الله